قطر منذ عام 1995 بدأت تشكل حالة افتراق في العلاقات العربية سواء في العلاقات العربية أو في العلاقات الخليجية هناك حالة مشاكسة دائمة وتدخل في معظم الملفات العربية أستمع الحقيقة لبعض الإعلاميين القطريين منذ البارحة وهم يتحدثون عن أن قطر لا تريد لأحد أن يتدخل فيها ولا تريد لأحد أن يكون وصيا عليها ونحن مع ذلك ولكن السؤال الحقيقي لماذا تدخلت قطر منذ عام 1995 في معظم الأخطار العربية لم تترك قطر عربيا إلا وتدخلت في ملفاته الداخلية من خلال الأذرع الإعلامية وعلى رأس القناة الجزيرة التي ساهمت في شق الصف العربي بشكل واضح المطلوب اليوم أن تطرح قطر السؤال على نفسها ماذا بعد اليوم الحقيقة هناك دلائل قوية على تدخل قطر في دعم منظمات إرهابية هناك حديث عن أن قطر أنفقت أكثر من 65 مليار منذ عام 2010 في دعم وتمويل منظمات إرهابية قطر لديها علاقات مع إرهابيين في سوريا وفي العراق وفي ليبيا من خلال عبد الحكيم بالحاج وعلي الصلاتي قطر التي تستضيف على فضائيتها الرئيسية الإرهاب الجولاني ماذا استفادت من كل ذلك سيد سيد الحقيقة هي ساهمت في شق الصف العربي وساهمت في تمزيق العلاقات العربية البينية وبالتالي جاءت ساعة الحقيقة ولحظة الحقيقة التي لا يستطيع سواء الأشقاء في الخليج أو العرب بشكل عام أن يقبلوا باستمرار هذا الوضع اليوم المطلوب من الأخوة في قطر وهم جزء عزيز من العالم العربي ومن منظومة مجلس التعاون العربي أن يحكموا العقل ويعودوا إلى المنطق منطق التلاحم والتعاضد مع العالم العربي والابتعاد عن التدخل في الأقطار العربية بشكل عام